اشتركوا في القناة كما قلت الحراكة الريف أعطاننا معتقلين فاتوا 20 فبراير كان هضرت بحكم أننا في النظور وفي المنطقة الريف وانا مجموعة وشباب كثير كان ناشط في الحركة الـ 20 فبراير ما كانش عنده بكالورية ما كانش عنده انتماء بعد 20 فبراير دربك حر ولا عنده انتماء نقابي انتماء اطارات مؤينة انتماء للجمعية المغربية او للجمعية الوطنية او الاتحاد الوطني اللي طلبت المغرب واصبح الهاجز دياله هو التفكير في استمرار ديال الحركة ولكن هذا الشي استمر كما قلت لمدة ديال 3 سنين من بعد الحركة جا حراك الريف شنو عطانا من بعد ديال الحراك الريف عطانا عباد الله ولا تكتف كرغي انها ترك في الزوديا كوتهر لدرجة انه ما بين 2017 2018 ثمانمائة واحد من صغير غان خرجت في شهرين هذا من واحد الفلاج اللي هو صغير فما بالك بالريف الحسيم اخوات الناظر كذلك اذا هذا الخروج وهذه الهجرة عندها سبب والسبب دياله هو النضال ولكن ماشي هو النضال هو الأخطاء اللي ادارت في النضال هو داك النضال العفوي اللي كان غير مؤطب هو الغياب ديال الإطارات اللي كان خصها بالفعل يكون تلعبها الدور هادا ديال التأطير ودالتتوجيه ديال النضال كما قلت بيانا النضال والاحتجاج لانما جابناش مكاسيف فانجيبنا مخاسر إلي اللي شبناش مكتسابات لا يمكنك انخدرهم إلا جبناش مكتسابات الجمايير الشعبية فانجيبوا تخويف للجمايير الشعبية الجمايير الشعبية حاليا إذا خرجتي و درتى استطلاع لرأي عند عموم الجمايير الشعبية للكم مكتوى بنيران الأسعار والكل يعيش تحت القهر والضغط والكل يعي الفساد الكائن في هذه البلاد ويعي الاستبداد الكائن ويعي حجم الهجوم على المكتسبة للأبناء الشعب والكل واعي بالمسرحيات للنظام التي أصبحت هزيلة جدا الغلاء دي الأسعار وخارجين عند التاجير اللي كيشري ماطيشة بتسعة درام مخصوش بيع بشرة درام يعني حتى الجماعير الشعبية واعية بهذه المسائل وتاعي بأن النظام هو السبيل للخروج من هذه الأزمة ولكن اللي اللي باقي عند الجماعير الشعبية مازال متخوفة منه هو هوش بالفعل كاين اللي ممكن يقود الجماعير الشعبية في المعركة ديالها ويوصلها لتحقيق المكتسبات ديالها ولا أنه اللي غيقود غادي ديالها لكثر ما دها حيرة كريف هذا من جهة من جهة ثانية واش الإطارات الديمقراطية والتقدمية على استعداد لأنها تخرج مع الجماعير الشعبية شكون هي هذه الإطارات الديمقراطية والتقدمية واش كين نقاش مطروح جدي ما بين هذه الإطارات الديمقراطية والتقدمية وهذه فرصة باش نطرح وقت نقاش على الأقل على المستوى المحلي يعني حتى لو ما تطرح او لكان نقاش مطروح على المستوى الوطني غادي يخذ وقت كبير باعتبار أنه ملكنا هدراه لأراكينا إطارات اللي كان من المفترض أنها تقود معارك دابا ولكن ما خرجت في سياق آخر خصة ما الملكنا نشوف مثلا الحوار ديال النقابات الحوار الأخير ديال النقابات مع الوزارات ما غاديش نراهنوا على هد المركزيات النقابية ولكن كين إطارات اللي ممكن نراهنوا عليها وهد الإطارات اللي ممكن نراهنوا عليها واش عندها الاستعداد واش عندها القوة الجماهيرية وعندها هل تحظى بثقة ديال الجماهير في أنها تقود هد المعارك ككل تكملوا في وحدتهم وما كان شيء إطار ديمقراطي أو تقدمي اللي ممكن يقود حركة احتجاجية بوحده إلا بالتحيد ديال القوة حركة 20 فبراير أعطتنا واحد درس فهد السياق هذا اللي هو الوحدة ديال أبناء الشعب الوحدة ديال الإطارات ممكن توحد أبناء الشعب إلا كتذكروا في 20 فبراير في مقرات ديال ديال الاجتماعات ديال حركة 20 فبراير المناظرين والمناظرات وكل الإطارات الديمقراطية والتقدمية حيرة وكل الإطارات الصديقة والحليفة للجمعية الوطنية بحملة الشهادات المعقلية المغرية سواء من المستوى المحومي أو المستوى الجهوي أو الوطني ونحيي كذلك المنابر الإهامية التي أبت إلا أن تضر معنا وعندوقتي هذه العرس الإشعاعي وهذه الندوة الحضورية من خلالكم وعبركم جميعا نحيي تحايا المجد والخلود قاطبة شهداء الشعب المغربي الذين استرخصوا دمائهم من أجل وطن البرية وطن الكرامة وطن الإعدالة الاجتماعية من خلالكم وعبركم نحيي تحايا الصمود والثبات على المدى كافة المعتقلين السياسيين الذين استرخصوا حريتهم من أجل غادم أفضل فاليوم فرع النظور منذ الهواء الجمعية الوطنية يخليد ندوة حضورية تخليدا للذكرى الثانية عشر لانطلاق حركة 20 فتراير المجيدة وهي فرصة لكل الحاضرين لكل إطارات من أجل مساهمة في إغناء النقاش من أجل تبادل الأفكار والرؤى في موضوع دور حركة 20 فبراير في تفسيخ ثقافة الاحتجاج خاصة أن الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عجلت ظهور وتأسيس حركة 20 فبراير لا زالت قائمة في ظل غلائم فاحش للأسعار في ظل الهجوم الممنهج للحريات النقابية والسياسية الماظرين السياسيين والنقابيين والمدونين والصحاطيين وفي ظل المراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في جميع المجالات سواء في مجال الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان في مؤشر تنمية الدشرية في مؤشر السكن مؤشر التعليم مؤشر الصحة وغيرها من المجالات وبالتالي ارتعينا اليوم ننجيه الدعوة لكل إطارات وأن لا تكون ندوة داخلية مقتصرة على منخارته ومنخارطة الفرع ليكون النقاش نقاشا جماعيا نقاشا ديمقراطيا يهم كل القوى وكل انظمات المتواجدة بإقليم المغرب وعليق جمال مطرش حول حركة عشرين فبراير السياق السيس المطالب إلى ما غير ذلك والمحوار الثاني سيتناوله الرفيق عبد الحيد المغاري سيتناول ما بعد حركة عشرين فبراير أي كيف كسرت حركة عشرين فبراير حاجز الخوف لدى مجموعة أو دعمت الشعب وظهور حركة احتجاجية أكثر قوة وأكثر تنظيم وبما طالب ومذفات مطلبية وواضحة بالبيع وبالمناسبة نحيي الرفيقين المؤثرين الذين قبلوا دعوة فرطير هذه المدوة كما نحيي الرفاق في الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي منحونا هذا المقر من أجل تنظيم هذه المدوة الإشعاعية ودون أن أطلع لكم سنمر في شكل مباشر للرفيق جمال من أجل أن يستفيد في المحوار الأول فليتوفر ظل مشكورا وتحييرا احتجاجيا وبناءها التنظيم بين مغرب ما قبل 20 فبراير ومغرب ما بعد 20 فبراير طبعا لأهمية هذه الحركة ودورها في ترصيخ ثقافة والفعل الاحتجاجي في المغرب إذن الحديث على حركة 20 فبراير لا يمكن أن يستقيم إلا بالحديث طبعا في محوار الأول حول السياق السياق الحاضن للحركة تعرفون جميعا بأن حركة 20 فبراير تولدت في سياق إقليمي متميز بموجة عارمة من الاحتجاجات أطلقت عليها أسماء مختلفة من ما أطلق عليها ثوارات الرابع العربي ثوارات الديمقراطية رابع الشعوب إلى غير ذلك ولكن تسمية الأبرز لما عرفها في تلك الفترة وهو قوسين على اعتبار أن الاحتجاجات لم تمس فقط منطقة الشعوب الناتقة بالعربية وأيضا مست شمال إفريقيا وهي منطقة فيها مزيج ثقافي متنوع بين العربي والأمازيغ إذن احتجاجات اللي كانت 14 يناير في تونس ثم 25 يناير في ميصر الهبة الشعبية التي كانت في هذين البلدين أسهمت في تكون قناعها لدى مجموعة من الشباب المغربي في الانخيرات في هذه الدينامية الاحتجاجية اللي عرفتها المنطقة العربية والمغاربية طبعا هذا عوامل كانت وحده كافيا طبعا هذا السياق الاحتجاجي الإقليمي وإنما كانت هناك عوامل داخلية أسهمت في نشوء حركة 20 فبراير طبعا العوامل الداخلية فيها ما هو سياسي فيها ما هو اقتصادي فيها ما هو اجتماعي طبعا لن أفصل بإسهاب في هذه العوامل طبعا الكل يعرفها نعرف بأن المحداث ما قبل 20 فبراير كان هناك شبه بإنسداد الأفق السياسي يعني الأحزاب السياسية ما يسمى به يعني أدوات الوساطة لم تقم بدورها في إيصال المطالب والتظلمات الناس إلى الجهة المسؤولة طبعا هذه الأدوات الأحزاب السياسيات من النقابات يعني منظمات المجتمع المدني لم تكن تقوم بأدوارها خلال يعني فترة مهمة من تاريخ المغرب ماذا استثناء بعد الفترات يعني بداية ستينات وسبعينات إلى حدين ما في الثمانينات وقاعة وقاعة إعطاب مو منهج لهذه الأدوات من قبل النظام السياسي بين خلال كذلك في الجانب الاجتماعي الفقر إلى غير ذلك يعني مجموعة من العوامل الاجتماعية هيئت يعني السروط من أجل اندتاق حركة حركة عشرين فبراء